اشتركوا في القناة هل مشروع تربية السمان مشروع مربح بالنسبة للمربين تربية السمان فعلا هي من المشاريع الجيدة التي تحقق ارباحا كثيرة لان طيور السمان تعد من انواع الطيور السهلة في تربيتها سواء تم تربيتها في بطارية معدنية او في غرف البيت طائر السمان له قدرة عالية على مقاومة الامراض المختلفة التي تصيب الطيور الاخرى التي تربى تربية ضاخل المنازل كما انها من السهل تربيتها في اي وقت من العام ولا تحتاج الى رأس مال كبير فطائر السمان يقوم بشكل كبير الحرارة المرتفعة كما يقوم الجو البارد ومشروع تربية السمان هو من المشاريع التي تدر ارباحا عالية لصاحبها لان طائر السمان لا يستهلك ولا يحتاج الى كثير من الطعام كما ان السمان غزير انتاج البيض هو من الطيور التي عليها طلب كبير جدا في الاسواق لان لحمه من اللحوم الذات الفوائد الغذائية العالية لكن اخي المربي اختي المربية قبل البذء في انشاء المشروع عليك الالمام بكل ما يخص مشروع التربية من خلال التعرف على كل ما يتعلق بحياة السمان وطعامه والامراض التي قد تصبه كما انك لابد ان تنقب على قائمة باسماء الافراد واسماء المطاعم والتجار الذين تنوي التعامل معهم اما عن المكان الذي سوف تقيم عليه مشروع تربية السمان فمن الممكن ان يكون سطح منزل او يمكن ان تقوم بتأجير محل صغير لكن في الحالتين عليك من التأكد من ان المكان صالح للتربية والمقصود هو وجود تهوية مناسبة واضاءة واعداد الاعشاش التي سوف تترك السمان فيها بالاضافة الى اعداد القش اللازم لنوع السمان والمعالف التي سوف تقدم لهم الطعام فيها وتوفير مصدر دائم للشرب ولكن قدم لك فكرة متميزة عن تربية السمان نذكرك بان لحمه من اللحم المطلوبة دائما فالسمان لديه لحم وفير فعضرة الصدر لدى السمان كبيرة تعطي انتاجا كبيرا من اللحم ليس للسمان وقت معين في التربية فيمكن تربيته على مدار العام إذ يخلل بيض السمان ويباع كنوع من المشتهيات لأغلب دول العالم يصل وزن بيضة السمان حوالي 7% من وزن الجسم بينما الدجاج 3% والدجاج الرومي 1% فقط إنتاج السمان كما سبقت الإشارة إلى ذلك من حيث البيض هو غزير حيث تضع البيضة أو تضع الأنت 300 بيضة في العام ودورة حياة وتفريخ السمان قصرتين أخي المربي أختي المربية هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة يمكنكم الدخول على قناتنا والتعرف أكثر على طرق تربية السمان وباقي الدواج الأخرى شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته